السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات مسلسل رحلة إلى المجهول في قناة الراوي تابعوا هذه الرحلة المثيرة والخطيرة والغامضة عبر الأبعاد الموازية إلى عالم آخر مثير وغريب أتمنى لكم متابعة ممتعة مسلسل رحلة إلى المجهول ينهمك فريق الدكتور مالك بالعمل على آلة السفر عبر الأبعاد محاولين تحسين تقنيتها وزيادة دقتها واستخدامها للسفر عبر الأزمان وليس الأبعاد فقط يعمل الفريق بجد واجتهاد حتى يتمكن من تحسين عمل تلك الآلة وعند الانتهاء من هذه التعديلات قرر الفريق تجربة الآلة وتحديد زمن قريب حتى لا يتأثر خط الزمن بأي تعديل قبل التأكد من فعالية الآلة تطلق الآلة الومضة المعتادة وصوت قوي وتبدأ بالاهتزاز وفجأة يتغير المكان وينتقل إلى زمن مختلف يقول الدكتور مالك لقد نجحنا لقد تمكننا من السفر عبر الزمن للمرة الأولى يقول الدكتور خالد إنها مغامرة جديدة ومختلفة أنا في قمة الحماس تقول الدكتورة إيمان لكن أين نحن؟ في أي زمن؟ يطل الفريق من نافذة آلة السفر ويشاهدون منظرا مذهلا معبد ضخم مسقول بطريقة رائعة وبه نقوش تشبه خط المسند القديم لكنه مغطى بالغبار والرمال يدركون أنهم قد سافروا إلى حضارة قديمة جدا يقول الدكتور سامي هذا مذهل لم أرى شيئا كهذا من قبل يجب علينا استكشاف هذه الحضارة يقرر الفريق الخروج من آلة السفر واستكشاف هذا الزمن مدركين أنهم على وشك خوض مغامرة تاريخية يقترب الفريق من المعبد الضخم ويشاهدون نقوشا تبدو أنها تعود لحضارة قديمة على جدرانه تقوم الدكتورة إيمان باستخدام الماسح الضوئي القاريء للرموز القديمة لمحاولة معرفة هذه الحضارة تقول الدكتورة إيمان مكتوب على الجدران هذه الجملة أيها الوافد أدخل الأرض المقدسة بسلام أو أرحل فتحت بوابة في وسط المعبد تحت هذه الجملة يقول الدكتور مالك يبدو أن هذه الكلمات هي مفتاح هذه البوابة يقول الدكتور خالد لكن ماذا يوجد وراء هذه البوابة؟ علينا اكتشاف ذلك يقرر الفريق الدخول إلى البوابة رغم المخاطر التي قد يواجهونها فجأة يسمع الفريق صوت كصوت الطبلة من بعيد يتبع الفريق صوت الطبلة ويصلون إلى بهو معبد قديم مزين بالذهب والجواهر العجيبة لكن من الواضح أنه قد تم تخريبه وسرقته يشاهدون في وسط المعبد تمثالا ضخما لكائن غريب يجمع بين الذئب والإنسان تقول الدكتورة إيمان هذا المكان مذهل لم أرى معبدا كهذا من قبل يقول الدكتور سامي ربما كان هذا المعبد مخصصا لعبادة إله غريب في هذه الحضارة القديمة فجأة يصدر التمثال الضخم صوتا صاخبا ويظهر شبح غريب لرجل يرتدي ملابس ملكية من الحرير وتاج ذهبي يقول الشبح من أنتم؟ ماذا تفعلون هنا؟ هل أنتم من مملكة أوزان المعادية؟ يرتعب الفريق من الشبح ويحاولون الهرب لكن الشبح يحاصرهم في المعبد يحاول الفريق التحدث مع الشبح بلغته باستخدام جهاز التحليل الصوتي المتقدم ويدركون أنه كان حاكما لهذه الحضارة القديمة قبل أن تدمر وأن هذا المعبد مخصص لشعبه وكان هذا المكان هو مقبرته الملكية المدمرة يشعرون بالحزن والتعاطف مع مصيره المأساوي يقول الشبح وهو حزين لقد دمرت العروب والطمع حضارتنا حضارة آزال الجميلة لم يتبق هنا سوى شبحي لقد فشلت في حماية شعبي من هجوم المملكة أوزان أشعر باليأس يرد الدكتور مالك نحن آسفون لما حدث لحضارتك نحن لم نسمع بها من قبل لكننا هنا للمساعدة نمتلك تقنية من المستقبل يمكنها تغيير مجرى التاريخ يكشف الدكتور مالك عن آلة السفر عبر الأبعاد للشبح ويخبره أنه يمكنهم العودة إلى الماضي ومنع الحروب والدمار من الحدوث يذهل الشبح من آلة السفر ويصبح عنده أمل في إمكانية إنقاذ حضارته من الدمار يقول الشبح هل يمكنكم حقا فعل ذلك؟ هل يمكنكم إنقاذ حضارتي من الدمار؟ يقول الدكتور خالد نعتقد أنه يمكننا ذلك لكننا نحتاج إلى مساعدتك يجب أن تخبرنا عن تاريخ حضارتك وعن أعدائكم وعن الأحداث التي أدت إلى دمارها يوافق الشبح على مساعدة الفريق ويخبرهم عن كل ما يعرفونه عن حضارته وكيف أن مملكة أوسان دمرت حضارتهم تماما يدرك الفريق أنهم يواجهون مهمة صعبة لكنهم مصممون على إنقاذ هذه الحضارة من مصيرها المؤسف يعود الفريق إلى مختبرهم عن طريق آلة السفر ويقومون هناك بدراسة تاريخ مملكة آزال القديمة واكتشفوا من ضمن أبحاث قديمة أنها مملكة كانت مزدهرة قبل أربعة آلاف عام في جزيرة العرب ولكن لا يوجد دليل أو أثر لها لم تذكر كتب التاريخ أي معلومات تفصيلية عن ما حدث لهذه المملكة جمعوا ما أمكنهم من معلومات حصلوا عليها من مخططات قديمة وبدأوا بالاستعداد للمهمة يستخدم الفريق آلة السفر عبر الأبعاد للسفر إلى زمن أسبق في تاريخ الحضارة القديمة ويخفون آلة السفر في مكان آمن في الصحراء ويبدأون بالتخفي بين الناس يدركون أنهم بحاجة إلى التكيف مع حياة هذه الحضارة القديمة قاموا بتنزيل نسخة محاكاة بجهازهم العصبي حتى يمكنهم التكلم بلغة مملكة أوسان وتعلموا الثقافة والتقاليد يخفي الفريق نفسه كمجموعة من التجار المسافرين ويبدأون في جمع المعلومات عن الأحداث التي أدت إلى الحروب والدمار يواجهون العديد من المخاطر ويضطرون إلى التعامل مع تجار العبيد واللصوص والجواسيس والعسكر يظهر الفريق مهاراتهم وذكاؤهم واستخدام التكنولوجيا في حل الألغاز وينجحون في جمع المعلومات التي يحتاجونها يتسلل الفريق إلى قصر الحاكم ويحاولون الوصول إلى وثائق سرية تظهر خطط العدو ويواجهون حراسا مسلحين ونظاما أمنيا متطورا بالنسبة لهذا الزمن لكنهم يظهرون مهاراتهم في التخفي والتسلل باستخدام أجهزة التخفي الرقمية ينجحون في الوصول إلى الوثائق السرية ويدركون أن العدو يخطط لهجوم كبير وأن هناك جواسيس بداخل قصر المملكة آزال هم من يساعدونهم في كشف مداخل مراكز المملكة والقصر يذهب الفريق ومعه نسخة ضوئية عن هذه الخطط ويسافر في قافلة إلى قصر ملك آزال ويعطون هذه المعلومات للملك كرب ملك آزال يقول الدكتور سامي أيها الملك نحن هنا لإنقاذ مملكتك ومساعدتك على مواجهة خطة ملك أوسان الملك يعفر يقول الملك كرب ولكن كيف ستنقذ مملكتي وماذا سيحدث يقول الدكتور مالك يا سيدي لقد أكتشفنا مؤامرة كبيرة على مملكتك وسنوضح لك ذلك بالأدلة والبراهين يقول الملك كرب قولوا ما عندكم وأعطوني الدليل على كلامكم قام الفريق بتقديم الوثائق التي أخذوها من قصر الملك يعفروا وقدموا أدلة خيانة الوزير يشوع له وذكروا له أنهم أتوا من المستقبل لمساعدة مملكته وإنقاذها من الدمار استمع لهم الملك كرب بدهشة واستغرب من المعلومات التي حصلوا عليها ثم قام باستدعاء وزيره الخائن يشوع الذي نقل أسرار المملكة للملك يعفر عدو المملكة ويقرر سجنه عقابا لخيانته يقول الملك كرب للوزير لم أكن أظن أنك ستخون المملكة أنت أقرب شخص لي سوف لن أتوانى عن شنقك في ساحة القصر إذا تأكدت من خيانتك يستعد الجيش في آزال لمواجهة جيش مملكة أوسان بعد أن سد الثغرات باغت الملك كرب وجيش آزال أعدائه مملكة أوسان وحاصر مركز المدينة واستنزف قوة جيش الملك يعفر من الجوع والعطش حتى تم الاستسلام أخيرا قرر الملك يعفر بعد الاستسلام أن يقدم هدنة شاملة للملك كرب وانتهت الحرب بسلام يكرم الحاكم الفريق على شجاعتهم وذكائهم ويصبحون أبطالا في هذه الحضارة ويقدم لهم الحاكم مكافآت عظيمة ويعاقب الوزير بشنقه يتيح للفريق استخدام آلة السفر عبر الأبعاد للعودة إلى زمنهم يشعر الفريق بالسعادة والفخر لإنجازهم لكنهم يدركون أيضاً أنهم تركوا وراءهم أصدقاء جدداً وأحباء في هذه الحضارة يقول الدكتور مالك بحزن سأفتقد هذه الحضارة وشعبها كثيراً تقول الدكتورة إيمان لقد فعلنا الكثير لتغيير مجرى تاريخ هذه الحضارة لكننا سنفتقدها بالتأكيد يقرر الفريق استخدام آلة السفر عبر الأبعاد للعودة إلى زمنهم مدركين أنهم سيحملون معهم ذكريات هذه المغامرة المذهلة إلى الأبد ويعلنون عن نيتهم استخدامها لاستكشاف عوالم جديدة وإنقاذ المزيد من الحضارات من الدمار أشكركم على استكمال القصة وأتمنى أن تكون القصة قد أعجبتكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر المتابعة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد تحياتي مصطفى بام سلم